هذا وقد توالت ردود الفعل المنتقدة لما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من ادعاءات باطلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أعرب البرلمان العربي عن رفضه لما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي وأكد رئيس البرلمان العربي السيد عادل العسومي أن هذا القرار يأتي امتدادا لنهج البرلمان الأوروبي المرفوض جملة وتفصيلا بشأن تسييس ملف حقوق الإنسان موضحا أن البرلمان الأوروبي غير معني بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في أي دولة عربية من جانبه أعرب المرصد العربي لحوق الإنسان التابع عن رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي معتابرا أنه تضمن معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية في الوقت الذي يتجاهل فيه الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في هذا المجال